لازلت معاناة المواطنين الذين دمرت منازلهم عقب الحرب الاسرائيلية مستمرة حيث شكلت رابطة تعنى بقضيتهم وتستنكر الجريمة الانسانية التي مورست ضدهم مطالبين تدخلات دولية من المانحين لمواصلة الدعم المالية واستكمال خطة اعادة الاعمار بظل هذا الواقع الصعب بدأت تظهر بوادر امل عند النازحين باقتراب حل لمشكلاتهم بتأهدات كريمة من الدول التي وعدت بتوميل جزء من برامج اعادة الاعمار وكانت دولة الكويت الشقيق من الدول القليلة التي سارعت بالإفاء بالتزاماتها وفي الوقت الذي خرج فيه اصحاب المنازل المدمرة يطالبون باستحقاقاتهم كانت الانروا على موعد مع ممثلين عن برنامج الامم المتحدة الانمائية يو ان دي بي بتمويل من الصندوق السعودية لتوقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع اصلاح مساكن المواطنين سنقوم بمساعدة 12 الف متضرر في الحرب الاخيرة على غزة ما يعني ان اعدادا كبيرة من المواطنين سيعودون لمنازلهم المتضررة نحن ملتزمون بالبدء مباشرة بهذا المشروع بعد التوقيع وسوف نبدأ في الاسبوع المقبل الاتصال بالعائلات حسب الاولوية اطراف الاتفاق اكدوا على تعهدهم بالوصول الى كافة العائلات المتضررة وتعويضها عن منازلها التي فقدت خلال الحرب كحق انساني الزم به المانحون وكافة المنظمات الانسانية منذ مؤتمر القاهرة كان التنافس مستمرا مع الدول المانحة والمؤسسات التي ستساهم في اعمار غزة بما يتضمن المدارس وحل مشاكل النازحين واعادة بناء المساكن المتضررة او المدمرة بشكل كلي وهذا هو التحدي الذي سنركز عليه في المرحلة المقبلة اكثر من عام ونصف ولا زالت العائلات النازحة تطالب بأدنى حقوقها الانسانية بصرف مستحقاتها واعادة اعمار منازلها التي هدمت عقب الحرب الاسرائيلية ليتزامن ذلك بتوقيع الانروا لاتفاقية جديدة تحرك عجلة الاعمار من مقر الانروا بغزة سالي السكني تلفزيون فلسطين